نذهب إلى سؤال رقم 20 في سؤال رقم 20 طلب مننا حساب ضياء بنفع الجول في الساكن هناك ثلاث احتمالات الاحتمال الأول برد جول ستاطور يساوي مقاومة في مربع وهذا القانون يكون صحيح في حالة واحدة بشرط أن يقول لك أن المقاومة هي مقاومة ملف واحد وكان نوع الإقران هو إقران مثلثة الاحتمال الثاني برد جول ستاطور يساوي ثلاثة ري مربع بشرط أن يقول لك أن ر هي مقاومة ملف واحد ركزوا على هذه الجملة ونوع الإقران هو إقران نجمي والاحتمال الثالث برد جول ستاطور يساوي ثلاثة على ثلاثة ري مربع وهذا قانون صحيح لما يقول لك المقاومة مقاصة بين الطورين ففي هذه الحالة لا يهمنا إقران نجمي ولا يهمنا إقران مثلثي وبما أن المقاومة مقاصة بين الطورين فإن القانون برد جول ستاطور يساوي ثلاثة على ثلاثة ري مربع ركزوا على هذه الملاحظة ففي سؤال العشرين قال لنا عند تشغيل إسمي إذا علمت أن المقاومة لفات الساكن مقاصة بين الطورين ر آ يساوي خمسة أوم في هذه الحالة القانون الأول لا يهمنا القانون الثاني لا يهمنا بل يهمنا القانون الثالث أن المقاومة مقاصة بين الطورين برد جول ستاطور في هذه الحالة تساوي ثلاثة على ثلاثة ري مربع وتساوي ثلاثة على ثلاثة في خمسة في 3.14 مواربة وتساوي بجو ستاتو تساوي 110.6 او